الجديد في زيارة بلينكن هي ما تنام إلى أدهان الأمريكيين وتحديدا في مراكز صنع القرار بأن العملية العسكرية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة لن تؤدي إلى تحقيق الأهداف التي أعلن عنها في بداية الحرب وكانت الولايات المتحدة الأمريكية في الأسبوع الأولى متماهية تماما مع الموقف الإسرائيلي بمعنى أنها كانت تؤيد إسرائيل في مسعاها بشأن اجتفات الفصائل الفلسطينية من قطاع غزة وتحديدا حركة حماس ومن ثم استعادة المحترزين بدأت الولايات المتحدة الأمريكية توقي مؤشرات ما قبل زيارة وزير الخارجي الأمريكي من خلال حديث كيربي إن كنتم تذكرون قبل حوالي أسبوع والذي أشار بشكل واضح إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية باتت تدرك أن العملية العسكرية لا يمكن أن تؤدي إلى اجتفات حركة حماس وأنها ستبقى وما زالت حركة حماس تمتلك قدرات داخل قطاع غزة ما الذي يعني لذلك أن الولايات المتحدة الأمريكية الآن تطور من رؤية جديدة في كيفية التعامل مع العملية العسكرية بشأن تقليصها من حيث مستوى الانتشار داخل قطاع غزة ومن حيث تغيير أدوات النظر إلى مستقبل قطاع غزة بمعنى الانتقال من مسألة اجتثاث حماس والفصائل الفلسطينية إلى محاولة تقييد حركة حماس أو منعها من القيام بهجمات على أهداف إسرائيلية في مرحلة لاحقة ويبدو أن هناك أوساط في إسرائيل تلقفت هذا الموضوع بمعنى أن حتى رؤية كلان بشكل أو بآخر تأتي في هذا الصياق وهو تطوير أدوات سواء كانت أمنية أو تكنولوجية أو سياساتية من أجل إعاقة عمل الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة في مرحلة قادمة وهذا برأيي استسلام إلى الفكرة التي أشرنا إليها وهي عدم القدرة على تحقيق هذه الانجازات طبعا هناك أهداف أخرى من هذه الزيارة ليست فقط هذه الرؤية التي تريد تقديمها وإنما أمور أيضا مرتبطة بضرورة أن يكون هناك حديث حول مستقبل قطاع غزة ضمن رؤية سياسية هذا لا يعني بالضرورة أن الولايات المتحدة الأمريكية جاد في مسعاها بشأن ما تقوله عنه أنه حل دولة فلسطينية على حدود ال67 وضرورة أن يكون هناك سلطة واحدة في الضبط الغربية وقطاع غزة نحن نتعامل كمراقبين مع هذا الموضوع على أنه جزء من محاولة الولايات المتحدة الأمريكية إدارة علاقاتها في الإقليم مع دول وازنة في الإقليم والتي لا بد لها أن ترى أفقا سياسيا لما يجري الآن في قطاع غزة بالإضافة إلى محاولة الولايات المتحدة الأمريكية إدارة الرأي العام الأمريكي والرأي العام الغربي من خلال القول أن هناك أفق سياسي للعملية العسكرية لأننا لا نقارن تصريحات أمريكا الآن بتصريحاتها في بداية الحرب وإنما نقارن السلوك الأمريكي الآن بالسلوك الأمريكي ما قبل الحرب ما الذي كان يمنع الولايات المتحدة الأمريكية من الحديث عن حل الدولتين في ظروف أفضل نحن نتذكر للولايات المتحدة الأمريكية كيف كانت سياساتها خلال عملية السور الواقي ضد الضفة الغربية وقطع غزة في عام 2002 حينها أستاذ عصام قدمت الولايات المتحدة الأمريكية مقترح اسمه خطة خريطة الطريق كان يجب أن يفضي إلى دولة فلسطينية بحدود عام 2005 يعني ثلاث سنوات ذات الاستراتيجية تتبعها الآن الولايات المتحدة الأمريكية حين تقول أن هذه العملية العسكرية يجب أن تلحق بضرورة إقامة دولة فلسطينية لكنها تردمي الكرة في الملعب الفلسطيني وليس في الملعب الإسرائيلي حينها قالت في 2002 أنه يجب إجراء إصلاحات السلطة الفلسطينية والآن تكرر ذات الموضوع مع أن الإشكالية في إقامة الدولة الفلسطينية ليست إشكالية فلسطينية الكل الفلسطيني موافق على ذلك حتى أولئك الذين لم يوقعوا على أوسلو أعلنوا مرارا وتحديدا حركة حماس في عام 2017 أنها لن تقف عقبة في طريق حل الدولتين إذا كان هناك فرصة لتنفيذه وهذا موثق في الوثيقة السياسية لحركة حماس التي أعلانت في عام 2017 في البند رقم 20 تحديدا أما أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية الآن أعتدر باختصار شديد أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية الآن بالحديث عن حل الدولتين دون أن تتحدث بشكل واضح وصريح أن إسرائيل هي التي تعيق هذا الموضوع من خلال حكومة ائتلافية يمينية على رأسها شخص يقول أنه سيعدم حل الدولتين هذا برأيي تضليل وازدواجي في المعايير من قبل الولايات المتحدة